أثارت حادثة مقتل صيدلي مصري في السعودية موجة غضب بين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات لتهدئة الوضع ومجريات القصة بحسب ما تداولته وسائل إعلام مصرية فإن الصيدلي المصرية أحمد حاتم 34 عاما كان يعمل في صيدلية بمنطقة في المملكة العربية السعودية وتوفي يوم الأربعاء عقب إطلاق سيدة سعودية الرصاص عليه داخل الصيدلية التي يعمل بها إذ تداولت عدد من الصحف أنباء تفيد بأن مشدة كلامية اندلعت بين الصيدلي المصري وسيدة سعودية بعد رفضه إعطاءها مضادا حيويا لا يصرف إلا بوصفة طبية وفقا لتعليمات وزارة الصحة السعودية وأضافت الأنباء أن المواطنة السعودية توجهت بعد ذلك إلى سيارتها لتحضر مسدسها الخاصة وتدخل الصيدلية مرة أخرى وتطلق رصاصتين على حاتم في ظهره مما تسبب له بتهتك بالرئة ومفارقة الحياة بعد نقله للمستشفى ترجمة نانسي قنقر